اشتركوا في القناة ولا تبت حتى تقرأها فليس في القرآن حصن نتعوذ به أعظم من المعوذتين أبان بن عثمان بن عفان روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمات من قالها في كل صباح ومساء ثلاث مرات لم يضره شيء هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم في يوم من الأيام أصبح أبان راوي الحديث وقد أصابه مرض الفالج الرجل الذي سمع من أبان الحديث جعل ينظر إليه فقال له أبان لم تنظر إليه والله ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني أصبحت في ذلك اليوم ونسيت أن أقولها ليجري علي قدر الله فإذا أردت حفظ الله فلا تغفل عن ذكر الله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون فمن ذكر الله ودعاه حماه الله وآواه جهاتك الست لا يحفظك فيها إلا الله فداوم على ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وإن آويت إلى فراشك فقل اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اشتركوا في القناة المترجم في القناة